صباح الخير على كل مشاهدي نايل لايف وشبكة ان تي ان في كل حتة في الدنيا صباح الخير مصريين ويوم جديد بعد انتخابات وحدث تاريخي في مصر النهاردة حالة الخميس 1-12-2011 ويمكن المرحلة الاولى من الانتخابات خلصت ونتائجها هتعلن النهاردة غالبا نتمنى كل التوفيق لكل المرشحين لانه اهم حاجة انه لغبال التاريخي اللي عمله الشعب المصري شيء فوق الخيال ومهما كانت النتيجة فاحنا كلنا نتكذبانين هيكون معنا من عارضة حلقة متنوعة جدا بس قبل ما نقول عنها اي حاجة صباح يا زمايلي صباح الخير يا رانيا صباح الخير يا فادي صباح الخير يا أشرف ازايا مشاهدينا بصبح على حضراتكم نبتدي معكم يوم جديد وصباح حر صباح ديمقراطي صباح مختلف صباح كل حرية وتقدم ان شاء الله لمصر في كل حاجة صباح الخير رانيا صباح الخير فادي صباح الخير مشاهدي ناين لايف ونهاركو دايما سعيد مليام بالامل والتفاؤل زي ما قال فادي كان المفروض انبارح اللجنة اللي علي الانتخابات تعلن النتائج لكن قرروا نهائيا انه هيبقى النهاردة بالليل ان شاء الله هيعلنه النتائج النهية للفردي وطبعا حضراتكم اكيد عرفته وشفته في وسائل الاعلام المختلفة او في الشوارع الاحداث اللي حصلت اذا كان امبارح بالليل او امبارح الفجر تقريبا او اول امبارح بالليل الاحداث اللي حصلت او الاشتباكات ما بين المعتصمين اللي في مدان التحرير والباعة الجائلين واللي اصفرت على حوالي 108 مصاب نتمنى ان الامور تهدى وهي بالفعل هدية في مدان التحرير واحكموا المداخل المختلفة في مدان التحرير عندنا فقرات متنوعة خاصة بالاحداث اللي بتحصل في بلدنا من ضمن الفقرات النهاردة على فكرة في خلال التلات يام او اليومين اللي فاتوا دول المشي الاتنين الاتنين كانت البورصة افلة كانت تلات والاربع البورصة انتقلت الى مستوى عالي جدا في مكسب كبير في البورصة معايا في الفقرة دي الاستاذ مصطفى صقر رئيس تحريج جديدة المال هيكلمنا عن الاقتصاد والبورصة في ظل الاستقرار ان شاء الله اللي حيحصل في مصر معنا اي تاني كم منها يكون في فقرات تانية كتير الحقيقة ومواضيع مهمة جدا في منها اللي بيخص الانتخابات وتغطية المرحلة الاولى من الانتخابات والاقبال الشعبي الكبير اللي كلنا اتفاجئنا به واللي كلنا كنا فخورين به وهنتكلم اكتر عن الانتخابات واحنا لسا نتابعين مع حضراتكم كل اللي بيحصل في الانتخابات من سلبي ومن ايجابي ولكن الايجابيات طبعا الحمد لله اكتر بكتير جدا من السلبيات هنتكلم النهاردة مع الاستاذ اكرم السعداني الكاتب الصحفي عن احداث الانتخابات وبالتحديد المرحلة الاولى من الانتخابات ويمكن فيه تعليق مهم جدا على الانتخابات انه الشعب المصري أثبت انه شعب عظيم وفوق الخيال وتجاوز كل القوى السياسية وبس بنقول لبعض القوى السياسية لكي بتحاول تشوه بعض في الانتخابات عيب مصلحة بلدنا أهم بكتير بمناسبة المشكلات هيكون معنا النهاردة 2 من شباب ائتلاف الطورة هنتكلم معاهم عن تصورهم لحل الكثير من المشاكل الفئوية وممكن نقول كوم المشاكل اللي عندنا في مصر أعتقد تكون فقرة مهمة جدا من بداية صورة 25 يناير وفيه جدل خاص بالإعلام أو دور الإعلام في الفترة اللي فاتت أو في الشهور اللي فاتت الإعلام الدولة أو إعلام الشعب أو إعلام الحكومة اللي هو نحن ننتمي إليه هنا في نهارك سعيد ونيل لايف قد إيه هو يعني كان ليه دور بارز أو دور سلبي القنوات الفضائية المصرية أو قنوات الفضائية بشكل عام في أثناء الصورة هل كان ليها دور إيجابي أو دور سلبي هنتكلم في هذا الموضوع بالتفصيل مع ضيفي الأستاذ ياسر عبد العزيز خبير الإعلامي هيكون مشرفنا النهاردة خلونا نروح لفاصل ونرجع بسرعة نبتدي يومنا 1-12-2011 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر